الخدمة الوطنية عام واحد بدلا من عام ونصف إجراء قانوني وإن تم إعلانه في وقت سابق إلا أن الجديد فيه هو دخوله بداية من الاثنين حيز التنفيذ بعد صدوره في آخر عدد من الجديدة الرسمية ليتم تقليصها للمنخرطين الجدد القانون المتعلق بالخدمة الوطنية حدد كل النقاط المتعلقة بشروط وكيفية آداء الخدمة الوطنية والتي تضمن تنفيذها هيكل وزارة الدفاع الوطني بالتنسيق مع الهياكل الإدارية المدنية المعنية ونص قانون الخدمة الوطنية في مادته السابعة على منع كل مواطن لم يبضر وضعيته القانونية تجاه الخدمة الوطنية من التوظيف في القطاع العام أو الخاص أو حتى مزاولة مهنة أو نشاط حظ والزمت المادة الثامنة كل مواطن مقبل على شغل وظيفة أو منصب مسؤولية في مؤسسات الدولة والهيئات التابعة لها أو تولي مهمة انتخابية يجب أن يكون متحررا من التزامات الخدمة الوطنية كما أشرت المادة التاسعة والستون من قانون الخدمة الوطنية إلى أن كل شخص أنهى الخدمة الوطنية بصفة نهائية يعاد بقوة القانون إلى منصب عمله الأصلي أو في منصب معادل كما تدخل فترة الخدمة الوطنية في حساب الأقدمية والتقاعد تبقى لتشريع والتنظيم المعمول بهما